يعني هذا المشروع أخذ وقت والسبب هو أنا بالحقيقة لأنني أنا اللي عم أكتب الستوري وأنا عاد كتابتها لا يقل عن أربع مرات بناء على مستجدات تحصل فيما يتعلق بمسائل تطور الصراع في سوريا وتنامي والهجرة لأن المسلسل الحقيقة بيحكي عن عائلة حمصية من تقريبا بداية الأحداث في سوريا إلى أن وصلت إلى السويد وعبرت خلال هذه الفترة يعني كثير من المراحل الخطيرة لأنه هي العائلة الأب مسلم والأم مسيحية الأب طبيب والأم صيدلانية وعندهم ابن انخرط بالمظاهرات ثم مع أحد الكتائب المسلحة حمل السلاح ثم يعني راحت في الرحلة إلى أن أصبح عنصراً في تنظيم يعني مسلح إسلامي على شكلة يعني جبهة النصرة وبالتالي نحن عنا أب يساري من خلفية ماركسي سجن في الثمانينات على خلفية يساريط وفكره الماركسي في سجون السورية ابنه الآن في جبهة النصرة ويعني يقطع رحلة مع ما بقيا من العائلة إلى أن يصل إلى السويد فيعني رحلة الحقيقة كل ما كتبنا فيها شوي كل ما رجعنا ولقينا أنه في الأحداث أكبر من الشيء اللي كتبناها فعن نرجع عن عيد النظر لكن يعني أنا قربتني الانتهاء منها وإن شاء الله يعني حتنحط على سكة الانتاج قريباً يعني سوف يتم تصوير الفيلم في السويد على حسب مفاهمت جزء يعني حوالي ربع العمل في السويد والحقيقة ليش والسويد كانت ما كانت بالزهن أنه نحن نعمل منها جزء بس لكن قضايا اللجوء ومشاكل اليمين واليسار وإنعكاز ذلك على الانتخابات وبعدين الطبيعة المتنوعة وأحيانا المتناقضة للمهاجرين السوريين خلتنا نقول أنه لا نحن أولاً لازم نخصص جزء كبير من العمل لحياة السوريين في السويد نحكي عن لحظات الروعة اللي فيهم نحكي عن العيوب اللي فيهم نحكي عن القوانين في بلاد اللجوء نحكي عن اليمين نحكي عن اليسار نحكي عن الشخص اللي بيشوفك بالطريق ويساعدك بيحمل أطفالك هذا المواطني الغربي بيشوف أنه زوجتك تعباني بيحمل أطفال فبيحاولي سعادة طالع على القطار وبين شخص آخر هو كاره وجودك وبيعتبرك أنت شخص جئت لتفسد عليه الحياة وقد تكون مشروع إرهابي يعني مشروع داعشي أو إلى آخره في بلده وهذه بالمناسبة ليست حقيقة أنا أريد أن أقول لكل هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة نحن كسوريين مزهولين كيف استطاعت داعش وجبهة النصرة أن تجد مكان لها في المجتمع السوري المجتمع السوري مجتمع كل حياته كان مجتمع معتدل بعيد عن التطرف وبعيد عن الإرهاب ترجمة نانسي قنقر